والبداية من سوريا فكأن المدنيين السوريين وتحديدا شرقية البلاد لم يكفهم العيش تحت وطأة حكم تنظيم داعش الإرهابي وحصاره وحصار قوات الجيش السوري في بعض المناطق نهيك عن غارات الطائرات الروسية بصواريخها غير الذكية الداعمة لقوات النظام المتحصنة في قلب دير الزور وتتلقى العون عبر مطارها غير آبها بما يحصل للمدنيين الذين يعانون الأمرين معاناة إنسانية فادحة أكدتها الأمم المتحدة وقالت إنها تشمل نحو 200 ألف مدني ويبدو أن دير الزور تعود للأضواء بقوة مع هجوم عنيف شنه عناصر داعش على قوات النظام فكبدوها نحو 80 قتيلا بينما قتلوا 50 مدنيا من المتعاونين مع تلك القوات وأعدموا نحو 250 مدنيا آخرين في قرية قريبة وخطفوا 400 شخص من أهالي مسلحين موالين لقوات الحكومة السورية على غفلة يباغت داعش الجيش السوري بهجوم على عدد من مناطق غربي مدينة دير الزور شرقي البلاد تتحدث الأنباء عن تقدم للتنظيم في شمال غربي المدينة لكن دمشق تكتفي بالحديث عن مجرد تسلل تصدت له قواتها يؤكد الترفان وقوع خسائر بشرية وتتحدث منظمات حقوقية عن إعدامات جماعية لعشرات من الجنود السوريين والقوات الموالية لدمشق بينما يؤكد المرسد السوري لحقوق الإنسان اختطاف داعش 400 مدني على الأقل تقع دير الزور بمعظمها تحت سيطرة داعش منذ عام 2013 وتحت هذه السيطرة تقع حقول النفط الرئيسية في المحافظة والتي تعد الأعلى إنتاجاً له في سوريا وفي المحافظة نفسها مطار عسكري تستميت الحكومة السورية في الحفاظ عليه لكونه القاعدة الجوية الرئيسية المتبقية لها في المنطقة الشرقية بعد سقوط مطار التبقى بأيدي داعش في الرقة لكن ما الذي يدفع داعش لينقذ ما يشبه الاتفاق غير المعلن مع دمشق في دير الزور التي تشكل الطريق الرابطة بين أراضيه الممتدة من الرقة سورياً إلى الموصل عراقياً على خلفية ما يهدد هذه السيطرة يتحرك التنظيم فامتداداً للرقة وتحديداً في حلب يبدو أن الجيش السوري مدعوماً بغطاء جوي روسي قد غدر بداعش فخلال أسبوع واحد فقط فقد التنظيم ما يربو على خمسة وستين عنصراً وأمنت قوات دمشق الطريقة الرئيسية الرابطة بين حلب والرقة بعد سيطرتها على خمس قرى رئيسية كانت تحت سيطرة داعش أما الأخطر فاقتراب هذه القوات من مدينة الباب منفذ داعش إلى الحدود مع تركيا تحرك العواصف التي تهب مع فتح الباب معركة في حلب رمال دير الزور فيحتدم الصراع بين طرفين تجنباه طويلاً إلى أن اقترب الأمر من حدود السيادة فالباب ومعها حلب ترسم للنظام السوري على الأقل خريطته المفترضة حتى درع جنوباً فيما الباب ومعها الرقة ثم دير الزور ترسم لتنظيم داعش خريطته العابرة للحدود حتى الموصل أما الرسم نفسه فيبدو أن إتمام إنجازه سيكون بدماء من كان ذنبهم أنه موجود في الزمان والمكان الخاطئين يوسف الآن معه خريطة ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مساء الخير يوسف مدينة أخرى سوريا تبرز إلى الأضواء بمعاناة أهلها هي مهند دير الزور محاصرة من داعش ولذلك ربما تأخر الحديث عن معاناة أهلها فقط لأن الجيش السوري يسيطر عليها يعني هنا المعارضة ليس لها دخل في الموضوع مسألة بين الجيش السوري بين النظام السوري وداعش وبالتالي تأخر الحديث على أساس أن النظام يستطيع من خلال مروحيات تزويد لكننا لا نتحدث عن قرية مثل فوعة لا نتحدث مثل زهراء والنبن نتحدث عن مدينة ضخمة لا يمكن إرسال الأغذية إليها بالطائرات دائما فقط نريد أن نتطلع على خريطة داعش على الأرض حتى نرى أين هي دير الزور وكيف هو الوضع الأسود هو داعش في العراق وفي سوريا هنا الرقة وهنا دير الزور كما نشاهدها هنا محاصرة تماما من قبل داعش من كل مكان يحاول الدخول إليها والجيش السوري متحصن فيها كما ذكرنا ومن خلال مطار العسكري يحصل على إمدادات إليها أيضا الأكراد أو ما يسمى جيش سوريا الديمقراطي الذي هجم من الشمال على داعش أيضا يشكل ضغطا على دير الزور وحاول في أكثر من مرة من هنا من هذه المناطق أن يفك الحصار وأن يستعيد بعض الأجزاء وبالتالي كان حديث عن أن هناك تنسيق بين الجيش السوري وجيش سوريا الديمقراطية ما نتحدث عنه في الباب في الغرب سننتقل تماما هنا إلى خريطة أخرى لنشاهد ما الذي يحدث في مكان آخر في غرب حلب إذا ما عدنا هنا لهذه الخريطة نشاهد هذه حلب منبج وجرابلس وطبعا داعش ما زالت هنا موجودة بعدما سيطر جيش سوريا الديمقراطي ذو الغالبية الكردية على سد الطبقة وسد تشرين عفوان فعلى نهر الفرات بدأ يتقدم هو وأيضا الجيش السوري في تنسيق باتجاه حلب باتجاه جنوب حلب وأيضا باتجاه مدينة الباب أي الجيش السوري بدأ يدعم تواجده في جنوب حلب وأيضا بدأ يتقدم هنا على حساب داعش في هذه المناطق وهذه المنطقة تحديدا منطقة منبج الباب جرابلس هي المنطقة المهمة بالنسبة للكل لأن هذه المنطقة هي الموهلة أن تكون منطقة آمنة أو عازلة بالنسبة للتركية أو بالنسبة للأكراد يكملون بها مناطقهم وبالتالي إذا من سحب داعش من هنا سيكون نقطة مهمة فراغ مهم لمن يسيطر عليه في هذا ما يشيع وجود أنباء صفقات ينسحب داعش من الباب مقابل أن يسلم من قبل بعض الجيش السوري دير الزور هذه إشاعات لكن تنسيق الجيش السوري مع القوات الكردية في أكثر من مكان يثير الكثير من الأسئلة مهند الحصار هو حصار والعمليات التي قام بها داعش في دير الزور هي لتنفي أي كلام عن وجود صفقات عندما يخطف أربعمائة يقتل يعني العشرات من عوائل أو عائلات المتعاونين مع الحكومة والنظام سيكون صعب الحديث عن تنسيق وصفقات من هذا النوع لكن دير الزور قد تكون انتقام من داعش لخسارته سد تشرين بعض المناطق قرب الباب وغيرها مع أن الكثير قيل عن مقايضة بين النظام في حلب أو في مناطق أخرى مقابل دير الزور أو حتى في مناطق دعنا نستوضح هذا الموضوع من ضيفنا من إسطنبول معنا الباحث السياسي السوري عمر كوش مساء الخير أستاذ عمر مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ما الذي يحدث تحديدا في دير الزور وإلى أي مدى يمكن الحديث بالفعل عن نوع من التنسيق سواء المباشر أو غير المباشر أو حتى تنسيق المصلحي بين قوات النظام ومقاتلي داعش مساء الخير لكم للمشاهدين الحقيقة ما يحدث في دير الزور هو تكرار طبعا لسيناريو مشابه كان في الرقة والطبقة إذن لاحظنا أن النظام عندما كانت قوى المعارضة تحاصر مطار الطبقة لمدة أشهر طويلة طبعا لم يتمكنوا من اقتحامه بينما عندما شن داعش هجوما خلال أقل من ست ساعات استطاع أن يستولي على هذا المطار الهام وعلى الفرقة طبعا التي بجانبه لذلك كانت هناك طبعا مقايضات بالحقيقة وهذه المقايضات كان النظام طبعا يعي أهمية أن يظهر للعالم أن داعش هي التي تحاربه وداعش هي التي تستولي على هذه المناطق كان هناك نوع من التفاهم بين النظام وبين قوات البي اي دي وأيضا النظام في عدة مناطق وخاصة لاحظنا مثلا في تل أبيض جرى انسحاب داعش من تل أبيض تقريبا دون قتال مقابل أن يتمدد داعش على الضفة الغربية لنهر الفرات وصولا إلى حلب وأيضا في منطقة القلمون هناك كان طبعا توازل أيضا بمعنى النظام لم يمس داعش في منطقة القلمون هناك توازنات الحقيقة كثيرة كما تقول هناك توازنات هذا حدث في السابق لكن الآن روسيا على الأرض تقاتل داعش ربما لن يكون سهل على الجيش السوري أو النظام هنا في التواجد الروسي أن يقوم بمقيضات من هذا الشكل خصوصا وأنه شهدنا حصار قوي منذ أشهر طويلة لداعش لدير الزور عندما نتحدث عن دير الزور والمذبح التي حدثت والخطف لأربعمائة هل يمكن الحديث الآن عن وجود مثل هكذا صفقات بعد كل ما حدث؟ بالفعل حقيقة ظاهريا طبعا من المستبعد أن يكون هناك صفقة لكن على أرض الواقع بالفعل هناك حتى الدخول الروسي إلى جانب النظام في هذه الحرب الشاملة المدمرة الحقيقة هدفه هو أن يظهر للعالم أن هناك في سوريا النظام الذي يجب أن يعاد طبعا تأهيله وتلميعه وبالتالي عادة الشرعية المفقودة إليه وداعش فقط لذلك التركيز ليس على داعش كل التقارير الأممية والدولية وحتى التقارير الاستخبارات البريطانية والفرنسية تشير أن أكثر من 90% من الغارات الجوية التي تقوم بها المقاتلات الروسية وهي بالحقيقة عددها ههائل يستهدف مناطق تواجد الجيش الحرول والمجموعات الإسلامية الأخرى غير داعش وبينما حتى الغارات التي هي 10% أو ربما إذا كنا متفائلين أكثر 15% تستهدف داعش لكن لا تضرب تجمعات داعش العسكرية إنما تضرب التجمعات المدنية والدلالة على ذلك أنه عندما قصفت منطقة الباب قصفت السجن وداخل السجن هناك مدنيون معتقلون مع داعش بالعكس هؤلاء ضد داعش وليسوا مع داعش وأيضا في كافرنبل وأيضا في مناطق عديدة قصفت السجون وقصفت المدارس ولم تقصف داعش كالتشكيل عسكري وهذا التوازن الذي موجود في دير الزور الحقيقة الحصار مزدوج بمعنى داعش يحاصر قسم من المدينة ويتخذ المدنيين رهينة لديه وأيضا النظام أيضا يحاصر قسم آخر من المدينة ويتخذ من المدنيين رهينة عنده مثلا عندما كان الموظفون الذين يشتهزون مناطق داعش إلى مناطق النظام ويعملون بها النظام أوقف انتقالها إلى هؤلاء الموظفين ومنعهم من دخول مناطق داعش داعش قام بحركة يعني حركة معاكسة وهكذا لاحظ لعبة الشد والرخي بين الطرفين وفي مناطق أخر الحقيقة وفي أدلة كبيرة فيما يتعلق بالوضع الإنساني أستاذ عمر بحسب الأمم المتحدة هناك حوالي 200 ألف شخص في دير الزور يعانون من هذا الحصار وكل ما ينتج عن هذا الحصار كان هناك أنباء عن قيام الطائرات الروسية بإلقاء مساعدات سواء غذائية أو غيرها على المدنيين هل هذا صحيح أم أن هذه المساعدات كانت تلقى ربما للجيش السوري هناك أنا استماعت إلى عدد من الناشطين من داخل مدينة دير الزور ومن مناطق يتواجد فيها النظام ومناطق أيضا يتواجد فيها داعش الحقيقة هذه المساعدات هي أولا لم تكن بالكمية الكبيرة مجرد ثلاث حاويات أطلقت في مناطق تواجد النظام واستلمها جيش النظام بمعنى لم يقترب منها أي مدني ثم بيعت في حارة الجورة بأسعار خيالية بمعنى استغلت هذه إعلاميا أن روسيا تقوم بطبعا دور إنساني بينما هذا الدور الإنساني الحقيقة مجير لصالح قوات النظام وكنا نتمنى حتى للمدنيين داخل مناطق تواجد النظام في دير الزور أن يصلهم شيء من الأكل وأيضا طبعا يصل الآخرين لكن وصل إلى قوات النظام طيب باختصار شديد لو سمحت ألا ترى بأن هناك يعني عدم اتزان أو مساواة بين عرض مشاكل المناطق المحاصرة التابعة للبعارضة وبين مثلا دير الزور فقط لأنها محاصرة من قبل داعش هل هناك توازن؟ هل هناك مساواة؟ أم أن الذين يحاصرهم داعش حظهم أسوأ؟ لا يطرح قضيتهم بشكل كبير نعم أنا أتفق أنه فعلا الذين يحاصرهم داعش حظهم أسوأ والحقيقة الآخرون ليسوا حظهم أفضل لكن القضية عامة يجب أن نتناول هذا الملف بعمومه هناك أكثر من ثلاث ملايين إنسان سوري محاصر في مناطق مختلفة ومن النظام ومن مناطق المؤيدة للنظام وأيضا الأكثرية طبعا من مناطق المعارضة للنظام ويجب أن يكون هذا الملف الإنساني الحقيقة اهتمام الأول للأمم المتحدة وخاصة لذراعها الإنساني واليوم واشنطن بوست كشفت أن المنظمة التي طبعا ترع شعون الإنسانية تحت المظلة الأممية لديها علم بمضايا من أكثر من ستة أشهر وسكتت على هذا الموضوع إلى أن قام الناشطون السوريون بحملة مضايا والتي عبر التواصل الاجتماعي وشكرا شكرا لك الأستاذ أمر ريكوش البحث السياسي السوري كان معنا مباشرة من أسطنبول يعني وضع إنساني مجري حقيقة ليس فقط في دير الزور هناك تقرير سمعت اليوم حوالي 15 أو 20 مدينة محاصلة حصار فعلي شديد يعاني الناس فيها 3 ملايين كما قال الضيف وهذا يعني أنظر لمن يقول لماذا يهرب السوريون إلى أوروبا يعبرون البحار لأنه فعلا يعني سواء القتل بالبراميل أو التجويع شيء نشهده منذ الحرب العالمية وبتالي يخاضر بحياته الهرب من هذا الوضع المزرع